السلام عليكم ورحمة الله وبركاته unit 6 my dream vacation vacation معناه إجازة أو عطلة my dream يعني حلمي dream يعني حلم my dream يعني حلمي يعني إجازة أحلامي my dream vacation listen and practice do in the pairs نسمع هذه المحادثة ونطبقها أنتو زميلك ممكن هنا التيشور تسألكم what you can see here شو تشوفون هنا where is the boys where is the boys يعني وين تتوقعون مكان هذه الأولاد المحادثة هذه وين حصلت in air port air port يعني هم يتكلمون الحين وهم في المطار what we can see here airplane airplane يعني طيارة هنا عندنا schedule يعني جدول للرحلات عندنا هذا الجدول عبارة عن أسماء الرحلة كده هذي رمز الرحلات يعني رحلة C رحلة SV1138 كده هذا أسماء الرحلة وهنا مكتب الساعة وقت الإقلاع ووقت وصول الطائرة بعدين أسماء المدن عندنا مثلا هنا دمام هنولولو هنولولو اسم مدينة في أمريكا vancouver هذي اسم جزيرة عند قريبة من أمريكا وكندا بيجين 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 هي لعاصمة الصين أبهى أبهى تقع في جنوب السعودية دبي دبي مدينة في الإمارات كايرو كايرو يعني القاهرة هي عاصمة مصر مدينة في اليابان في استراليا إلى أين ستذهب إلى أين ستذهب وأنتو هنا تحددون المدينة اللي تبغونها دمام دبي كايرو going to مثلا سدني بيجينة نوبر دو عندنا كم طول وقت الرحلة كم طول الرحلة كم تاخذ الرحلة من وقت الجواب يعني هي تاخذ تقريبا two ولا three ولا five six seven eight nine hours يعني الساعة بيجينة نوبر ثري what are you going to do there يعني ماذا ستفعل going يعني ستفعل ماذا ستفعل to do there ماذا سوف تفعل قال I am going أنا الساعة مثلا sightseeing sightseeing يعني أنا سأذهب إلى لمشاهدة معالم المدينة أو I am going skiing 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 يعني اتزحله وهذه الصورة أو مثلا I am going أنا الساعة diving diving يعني للغوص رياضة الغوص أو I am going stay at an English camp stay at يعني سأبقى في مجمع لتعلب الإنجليزية زي المدرسة تقريبا أو المعهد stay at an English camp listen and practice then do it in pairs الآن تسمعون المحادثة وشوفوا لاحظوا كل مرة بيغير اسم البلد طيب وبيتغير it takes about وبيتغير الوقت وهنا يتغير النشاط one where are you going I'm going to Sydney قال Sydney two how long does it take to get there it takes about 16 hours تستقرق 16 ساعة تقريبا what are you going to do there I'm going to stay at an English camp واختار هذا النشاط let's do another example نحن مدينة ثانية where are you going I'm going to Vancouver Vancouver two how long does it take to get there it takes about 15 hours 15 hours 15 ساعة what are you going to do there I'm going to go sightseeing now practice in pairs one partner ask a question the other partner say the answer like this الحين تسمعون بعد تطبيق ثاني مدينة ثانية ووقت ثاني where are you going I'm going to Dubai how long does it take to get there it takes about two hours what are you going to do there I'm going to shop زي كذا where are you going ستذهب I am going to مثلا هو قال آخر واحد قال دبي سيذهب إلى دبي زميلك الثاني how long does it take to get there it takes about مثلا two hours ولا three hours انتو هنا حرين تختارون الساعات الوقت what are you going to do there ماذا سوف تفعل هناك قال I am going shopping يعني انا ذاهب للتسوق فممكن انشطة ثانية انتو ممكن تختارونها مثلا اذا اخترت مثلا I am going to ابها it takes about مثلا اخترت لك two hours طيب وش النشاط I am going to visit my grandmother او grandparents انا ذاهب لزيارة جدي او جدتي عرفت المطلوب هنا بس تختار لكم مدينة من هذه المدن وبعدين تختار لكم وقت وهنا تختار لكم نشاط من هذه الانشطة او ممكن تجيب لك نشاط من عندك مناسب عندنا هنا في هذه الصفحة can you be a flight attended يعني هل ممكن تكون موظف طيران and take an order وتاخذ الطلبات from a partner وتاخذ الطلبات من زميلك الحين بتسوين تمثيلية بالصف مثلا واحد بيكون هو المضيف للطيران والثاني هو المسافر good evening good evening تحية المساء good evening يعني مساء الخير what would you like to drink ماذا تود أن تشرب would يعني ماذا ترغب اللاحظة l silent لا ينطقط would يعني ماذا تود أن تشرب what would you like to drink hi i'd i'd هذا اختصار d اختصار يحذفون هذه الأربع الحروف يستبدلونها في فاصلة فتصير i'd like some juice please يعني يقول أنا أبغى أشرب عصير فيسئلة apple or orange juice يعني هل تريد عصير التفاح أو البرتقال apple or orange juice هنا نلاحظ هنا في عصير orange و هنا الأبل قال apple juice please يعني عصير التفاح لو سمحت قال here you go يعني تفضل here you go قال thank you thank you يعني شكرا رد عليه you are welcome على الرحب أو العفو you are welcome هنا يكون تدريب على القراءة أنتم زميلك تقرون الواحد يسأل الواحد يتجاوب عندنا هنا what would you like to drink هنا ممكن تضيفون بعض الأسئلة يعني المضيف يسأل المسافر what would you like to drink orange juice apple juice water or cola مثلا إذا دورك هنا المسافر تقول hi I would like some تختار water وريد بعض من الماء وفي سؤال زايد مثلا what would you like to eat ماذا تود أن تأكل هنا عندنا beef or fish noodles or rice beef اللي هو لحم البقر fish سمك noodles المكارونة ورايس اللي هو الأرز what are you going to drink after dinner ماذا تريد أن تشرب بعد dinner dinner يعني العشاء tea green tea شاهي أخضر choose اللي هو العصير نحن الصوتي وبيسمعوا كيف النطل لأننا بنبدل الأسئلة والحوار what would you like to drink what would you like to drink orange juice apple juice water or cola what would you like to eat beef or fish noodles or rice what are you going to drink what are you going to drink after dinner tea coffee green tea or juice partner partner is the flight attendant and the other is the passenger good evening what would you like to drink hi I like some juice please apple or orange juice apple juice please here you go thank you you're welcome عندنا هنا fly attended اللي هو هذا وهناش قال اسماه اللي هو passenger pa passenger يعني المسافر طيب سمعتوا الحين الحوار والسؤال بين fly attended وبين passenger passenger يعني المسافر طيب ممكن هنا أنتو تضيفون بعض الأسئلة وهنا سئلة ماذا تودوا أن تشرب ممكن تسئلون what would you like to eat ماذا تودوا أن تأكل ويخيره هنا apple or orange juice مثلا بيقول beef or fish يعني لحم أو fish سمك أو بأسئلة noodles or rice يعني مكورونا أو rice اللي هو الأرز ممكن تضيفون بعض سؤال ثاني what are you going to drink after dinner هذه أسئلة تقدرون ممكنكم تضيفونها في الحوار في نهاية هذا الدرس I can أستطيع say where I am going أقول إلى أين سأذهب how long كم المدة it takes تأخذ الرحلة and what I am going to do on a trip وماذا سوف أفعل trip يعني الرحلة يعني ممكن نحن تقول وين بتذهب إلى أين ستذهب وكم الرحلة تأخذ من وقت وماذا سوف تفعل هناك في هذه الرحلة والهدف الثاني do a dialing يعني أقدر أنا dialing يعني حوار between fly attendant يعني بين موظف الطيران and a customer customer يعني زبون أو ممكن passenger with a partner يعني ممكن أن تقولون هذا الحوار أنت ويزمي لك تمارين لهذا الدرسين عندنا listen and practice نسمع ونطبق I am going to mecca حطو خط تحت مكة it takes about four hours حطو خط تحت four hours to get there I am going sightseeing يعني للمناظر since is two الجملة الثانية I am going to sydney ها خط تحت sydney اسم المدينة it take about sixteen hours to get there شوف هنا عند السكستين يعني 16 ساعة to get there I am going ceiling أنا ذاهب هناك I am going ceiling يعني هو ذاهب إلى sydney للإبحار شوف هنا صورة الإبحار هنا عندنا I am going to vancouver مدينة vancouver it takes ومسافتها it takes about fifteen تقريبا مدة الرحلة 15 15 hours to get there تصلوا لهناك I am going snow boarding snow boarding أنا ذاهب إلى الزلج للثلج هنا النشاط الثاني exercise to make two travel plans يعني اكتب خطتين رحلة write اكتب and say them واقولها عندنا هنا place هنا بتكتب لك أي مكان أنت اختار مثلا هنا اكتب دبي ولندن بعدين الوقت time it takes الوقت اللي رحلة كم ساعة ياخذ two hours three hours four hours five hours هنا على كيف كيف بعدين things to do الانشطة اللي بتتفعلها في هذا المدن انت لهم سافر camping camping يعني زي الرحلة او تخيم sightseeing sightseeing يعني تتفرج على معالم المدينة fishing يعني صيد الاسماك sailing البحار skying اللي هو التزلج diving اللي هو الغوص walking انك ترمشي تتمشى shopping التسوق snowboarding تزلج على الثلج عندنا هنا في المخطة الاولى وهنا عندنا two شفتوا هذا اللي وضعنا عليها دائرة وحطتوا عليها خاط اللي هو اسم مدينة والوقت وماذا فعلت الحين تختاروا مثلا هنا او ممكن تغيرون على كيفكم مثلا i am going to وجيب مدينة من عندك انا مثلا كتب دبي ممكن تكتبوا انتم مدمة من الخبر مدينة اي ماذا انا ساذهب للتسوق انتم هنا تختاروا لكم اي نشاط من هذه الانشطة الموجودة هنا الخطة الثانية اي am going to لندن هنا بعد اسم مدينة انتم تختارون على كيفكم تاخذون مثلا هنا انتم محر بالوقت بعد انا مثلا كتبت six ممكن تكتب لكم انتم اي وقت بعد اي am going sight انا ذهب هناك ل مشاهدة معالم المدينة هنا ثري هذا تمرين لغز كده صغير على معالم الاشياء المشهورة نضع دائرة على المدينة يعني برج ايفل وين في باريس معروف شكله تعرفونا لشكله كده مثلت برج خليفة برج خليفة وين دبي برج المملكة الرياض هنا عندنا نفس الحوار اكتب اجباتك عندنا هنا بعض التلميحات ماذا تودو ان تشرب نختار واحدة من هنا عندنا وبعدين المشروب التي تختارها ماذا تودو ان تأكل فتعرفون اذا قالت لكم درينك تختارون الشي المشروب يعني عصير مو مثلا تسألكم عن ماذا تشربون تقولون نودو ان نأكل الفيش ولا رايس هنا لغز عن الالوان هنا يكتب الالوان مناسبة عصير البرتقال هذا الاجابات لازم تكون الوان يعني الشاهي اخضر عندما تشاهد الريد يعني الاشارة الحمراء يجب عليك ان تتوقف اشتركوا في القناة